موسيقى موسيقى كانوا طالعين مأمورية يعني حسب معرفتي بعد كده من زميله ومن العريف اللي كان سائق العربية اتصحروا وطلعت المأمورية المأمورية كانت طالعة بأربع عربيات ركب كل عربية وكل عربية وقلوا أنا مش مرتاح في العربية دي لغاية عربية معينة وقال خلاص وطلعت العربية ما كانوش كملو حاجة وكان فيه تفجير على الطريق وهو بس اللي استشهد يعني الحمد لله بقيت المجموعة اللي كانت معاه رجعوا سالمين هو استشهد في الحال أهلا بحضرتكم مرة تانية الحقيقة أن القانون دايما هو الفيصل النهائي في أي جريمة ودائما عقوبة الاعدام للقاتل مع سبق الإصرار والترصد الحديث الآن حول هذه العقوبة والمطالبات في النظر لهذه العقوبة اللي ظهرت فجأة ويمكن انتبعناها الفترة الأخيرة أكيد أهل القانون هم اللي يقدروا أنهم يدون المعلومات والتفاصيل الخاصة بهذه العقوبة وبأن القانون به المواد التي يجب أن يتم تنفيذها يجب أن يتم تطبيقها حتى تستقيم الأحوال وحتى تبقى البلد في أمن وفي أمان وفي استقرار وفي سلام برحب بضيوفي وضيوف حضراتكم برحب بالنائبة الأستاذة مارغريت عزر وكيل لجنة حقوق الإنسان في البرلمان أهلا بحضرتك أستاذة مارغريت وبرحب بالأستاذ محمود البدوي المحامي بالنقض رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان أهلا بحضرتك فندم برحب بالأستاذ صلاح سليمان المحامي بالنقض وعضو مجلس النقابة العامة للمحامين أهلا بحضرتك أستاذ صلاح أبدأ مع حضرتك أستاذة مارغريت كوكيل لجنة حقوق الإنسان في البرلمين حضرتك تبعتي الأمور الأخيرة دي أزاي والحديث عن هذه العقوبة والبت فيها والنظر فيها أريتي أزاي خلينا نتكلم على قربة الأعدام القانون المصري والدستوبيا نرس على أن مصر بتطبق القانون الأعدام وبالتالي لا يجوز لأي دولة أتدخل في السيادة المصرية الثاني حاجة أن هؤلاء الجنة في الحقيقة مش من حق أي دولة أنها تتكلم على الأحكام القضائية وخاصة أن هذا يوم من تتكلم يعني منظمات الحقوقية تتكلم على حقوق الجاني تتكلم أنه هو ما استنفذ مثلا المراحل التقادي بتاعته لكن هؤلاء استنفذوا كل المراحل التقادي وبالتالي خدوا حقهم تماما في الدفاع عن نفسهم وأنا أعتبر أن هؤلاء كانوا معطرفين بالجريمة ومثلوا الجريمة أمام النيابة العامة الثانية حاجة في الحقيقة يعني أنا اللي أنا بستعجب له أنت بتتكلم النهاردة على حقوق الجاني ما بتتكلمش ليه على حقوق المجني عليه وهل الأحكام القضائية ما صار لي أن نحن نجادل فيها طبعا ده في الحقيقة تدخل سافر وأنا أعتبره أنه ليست لهم الحق إطلاقا في التدخل في أحكام القضائية أن السلطة القضائية في الحقيقة سلطة مستقلة ما بتحكمش جزيفة لكنها بتحكم بمستندات ووقائع موجودة وبالطبع قانون أنا مش عارفة إيه الزيتة والدقة المعمولة من غير أي داعية نشوف بقى القانون أن أستاذ صلاح ما هي عقوبة الإعدام وكيف يتم القضاء بها من قبل المحكمة مع معاييرها وشرطها سؤال رائع بجد يعني ومناسب جدا للبداية بسم الله الرحمن الرحيم عقوبة الإعدام هي عقوبة سالبة لأهم حقها على الإطلاق ألا وهو الحق في الحياة لذا أحاطها المشرع بضمانات عالية جدا أولا لازم تنظر أمام محكمة الجنايات أول ضمانة لابد من وجود محامي مدافع نمرة واحد نمرة اتنين لا يصدر الحكم إلا بإجماع الآراء لا يصدر الحكم إلا عقب مدولة يعني لازم يتشوروا ويجمعوا على إصدار هذا الحكم ثلاثة المحكمة الجنائية لا تقضي إطلاقا إلا بالجزم واليقين وحكمها إطلاقا لا يبني على الشك والتخمين بمعنى لا بد وأن تكون قد تأكدت بما لا يدع مجل لأدنى درجات الشك إذن الجزم واليقين بأن هذا المتهم قد ارتكب هذا الفعل الحديث عن الاعتراف أنا أتفق جدا مع من يقول أن الاعتراف هو سيء الأدلة وليس سيء الأدلة لأن الاعتراف بمفرده لا يقيم حكم على الإطلاق ولكن أمام محكمة الجنايات أو أمام القادر الجنائي فيه ما يعرف بتساند الأدلة بمعنى إيه؟ جي سين من الناس راح قال أنا أتلت هل باعترافه ده أحكم عليه بالإعدام؟ إطلاقا لا لازم يكون يمثل الجريمة عشان أتأكد ما بين اللي قاله وإمكانية تحقيقه يعني واحد قال أنا رحت ضربت تلت طلقات كويس ورحت بقيت الرجل ميت بضربة سكينة خلاص ده ما ينفعش كويس تلت طلقات والجسم اللي فيه القتير فيه عشر طلقات فيه حاجة غلط هنا لازم أتحقق منها يبقى نمرة واحد فكرة لأعتراف لوحده لا يقيم دعوة جنائية لازم تساند الأدلة لازم عندي أعتراف عندي تقرير طب شرعي بيقولي الرجل ده مات إزاي؟ عندي ما يعرف بالقصد الجنائي الرجل ده راح ضرب ده قتل سين من الناس وهو عارف إن ده سين مش صاد متعامل بغض نظر بقى عن التعمد العمدية دي مفترض فيها أنا بتكلم على إيه؟ إنه هو رايح بيقتل شخص معدد بذاته يعني أنا عارف أنه معرفة بالشخص ده واحد وبضربه بسلاح قاتل بطبعه ضربة تؤدي إلى وفاته كويس؟ كل دي ضمنات طيب هل ده لوحده؟ لا الحكم القضائي بالإعدام الذي يصدر بإجماع الآراء وبعد استشارة مفتي الجمهورية لا يطبق بمفرده ولكن على نيابة العامة وهو استثناء عن الأصل أن تتقدم بطاعن بذاتها لينظر أمام محكمة النق طب مين محكمة النق ده بقى؟ الأول تلت مستشارين ما يقل السنهم عن 55-60 سنة مستشارين في محكمة الجناية الثلاثة بيروح القضية بكاملها أمام محكمة النق اللي هم تسع مستشارين يعني هم كلمة القضاء المصري الأعلى درجة قضايا في مصر محكمة النق دي كويس؟ دول بينظروا في مدى تطبيق القانون صحيح ولا لأ يعني القاضي رد على كل كلمة قالها الدفاع ولا لأ الحكم مشتمل على كل أسباب الإدانة ولا لأ يعني بينظر في القضية ككامل كقانون وغالبا أحكام الإعدام بيتم نخضها ده كل الأحكام؟ غالبا لا مش كلها غالبا بيتم نخضها ثم كان الأول بيتم نقض الحكم وقاعدة لدائرة أخرى زي ما حصل مع عادر حبارة الحكم اتنقد وأعيدت لدائرة الجنات اتنظر الحكم من أول وجديد القضية كأنها لسه بيش حاجة خالص اتحكم عليه تاني راح محكمة النقض نقضته ونظرت محكمة النقض الموضوع محكمة النقض بتنتقل بقى من محكمة قانون إلى محكمة موضوع طب إيه الضمانة اللي قدام محكمة النقض بغض النظر عن وجود تسع مستشارين أجلاء يعني فوق الستين ونس يعني بيضعوا أحكام هي مبادئ قانونية تدرس لا الحكم نفسه مبادئ يعني لو دائرة أصدرت حكم على حد ودائرة تانية غيرت ده الحكمين دول بيروحوا أمام حاجة اسمها دائرة بتوحيد المبادئ عشان الاتنيني وحكم واحد بعد كده المبدأ فيهم اللي ماشي ايه ازاي بقى بتقضي محكمة النقض في النهاية محكمة النقض بقول لحدك بتنظر في القانون مدى انطباق الحكم ده ها على القواعد والأسس القانونية يعني رد على كل الدفاع اذا تحولت لمحكمة موضوع ما هو قبل قبل ما تتحول لمحكمة موضوع نيابة النقض كمان دي جهة قضائية عالية جدا بتضع تقرير بتقول انا شايف وجهة نظري في القضية دي واحد اتنين تلات اربعة ثم يعرض الامر كله على محكمة النقض نقضة الحكم تحولت الى ايه الى محكمة موضوع محكمة موضوع يعني ايه يعني بتحاكم الفعل نفسه من اول وجديد بنبتدي كأنها فيش حاجة حصلة كأنه لسه مقبوض عليه تعالى قول دفاعك ودفوعك وكل اللي انت عايزه وتكلم زي ما انت عايد بكل الضمانات المتاحة حكمة النقض يا جماعة اذا ما اصدرت حكمها في هذه اللحظة اصبح حكما بابتا ومهائيا وحيز حجية الامر المغدي في الحالة دي اصبح هذا ما يصطلح عليه انه اصبح الحكم رموانا للحقيقة حكم الاعدام بالأغلبية لا مفيش اغلبية باجماع الاراء كل باجماع الاراء باجماع الاراء كلهم لو واحد فيهم قال لا ما يصدرش الحكم لو واحد فيهم مش موذع على الاعدام ما يصدرش الحكم لا يمكن الحكم بالاعدام الا باجماع الاراء طيب دلوقتي استاذ محمود اذا كانت كل الضمانات دي اللي سمعناها ومراحل التقاضي دي موجودة ومتوفرة في المحاكمة كيف توجد بعض المنظمات الدولية اللي يعني بتتحدث عن عقوبة الاعدام في مصر وبتهاجم ازاي يعني يعني ما عندهاش فكرة عن هذه المراحل طيب تحيات لحضراتك لديوك الكرام وطبعا خالص تعزينا لكل شهداء الوطن هما سقطوا او قضوا في ميدان الواجب الوطني فكرة النهاردة يكون عندنا منظمات سواء من جهة الداخل البعض او حتى من جهة الداخل فكرة الترصد واستخدام الملف الحقوق كشوكة في خاصرة الداخل الوطني المصري تريد تكون فكرة معروفة شفنا فاكتر من وقعة واعتقد ان كان اكسرهم فجاجة وقعت هيومان رايد سووتشا ما تكلمت على فض ربع العدوية واعتقد انا ومعالي النقيب صلاح بيه كنا من الناس اللي شاركوا مع وزارة الداخلية في كل الاجتماعات التحضرية التي سبقت اعمال الفض على مدار جلسات كبيرة جدا 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 جماعتنا مع مساعد الوزير ومع السيد الوزير عشان يستشرفوا الرؤية الحقوقية الدولية والتجارب الممثلة كيفية فض مثل هذه الاعتصامات حتى كمان يوم الفض وما تلاه من عرض النتيج النهاردة هم ابتدوا ان هم طلق ساعة ما طلعوا ان هم اتكلموا على هذا التقرير وتم اجهاض هذا التقرير بمعرفة عدد من المنظمات الحقوقية الوطنية اللي اشتغلت وقالت ان هذا التقرير يفتقد الى المصدقية ويفتقد الى القواعد الخاصة بالتوسيق والرصد والتوسيق السليم ابتدت كل شوية والتاني نلاقي امنستي تطلع شوية هيومان ريتس اوتش يطلع شوية ويتبادلوا الادوار مع بعضهم فكرة ان ان انت النهاردة بتستخدمي التقارير الحقوقية المسيسة تجي بتقارير سياسي في قلب حقوقية وتستخدمي عشان ان انت النهاردة تهاجم الداخل المصري اصبحت فكرة موجودة واعتقد هناك بعض الباحثين من جهة الداخل بيساعدوا فيها النهاردة ما نلاقي مثلا ان المحاكمة اللي احنا بنتكلم عليها النهاردة في اعدام التسعة القتلة اللي هما قتلوا شهيد العدالة معالي المستشار الجليل هشام بركات النائب العام النهاردة ما بنقول ان على مدار على مدار عشر شهور النيابة العامة الموقرة تحقق في القضية ثم تحال الى دائرة المستشار حسن بفريد على مدار عشر جلسات سماع ميت متهم على مدار عشر جلسات النيابة العامة الموقرة في شهر اربعة وعشرين اربعة عزن سمعت مرافعة النيابة العامة دفاع المتهمون تم سماعه على مدار ست جلسات تم ادراج المتهمون على قويم الارهاب وراحت القضية عشان يدراجوا على قويم الإرهاب وبعد كده طعنوا بالنقد على حكم الإدراج على قويم الإرهاب وتم تأييد الحكم وبعد كده صدر الحكم إن كان فيه إعدام لأكتر من شخص فيهم وبعد كده راحت لمحكمة النقد والنهاردة هنا كان فيه طرح جديد اللي هو خاص بالقانون 11 لسنة 2017 اللي هو الضر الجديد بقى في تعديل قانون الإجراءات الجنية فيما يخص إجراءات أو تعديل إجراءات الطعن أمام محكمة النقد اللي هو كان بداية سريانه 1 5 2017 إن هنا محكمة النقد تحولت عشان طول تحقيقات وطول إجراءات التقاطي زي ما نشوفنا في قضية زي قضية حبارة الأعج يتحاكم حوالي قرابة 4 أو 5 سنين 6 سنين النهاردة معالي النقيب محكمة النقد أصبحت ترتدي قبعتين النهاردة بتراقب حسن تطبيق القانون على وقاع الدعوة وفقاً لأمر الاتهام وأمر الإحالة الصادر من النيابة العامة الموقرة وكمان بتنظر في الموضوع محكمة النقد محكمة موضوع ومحكمة تطبيق وتراقب حسن تطبيق القانون وكمان محكمة موضوع أستاذ محمود التضليل الدولي التضليل الدولي والبكائية وحالة العواء وحالة النباحة التي زادت في الأيام الأخيرة حوالين السوشيال ميديا يعني المنظمات الدولية التي تتحدث ذا أكيد على عدن بالمراحل إمنست يوميها طلع التعوي بأعلى الصوت وتتكلم أن هذا الحكم وأنها سبة في جبيلة الإنسانية واجبين الحريات وكذا 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 طب أنت كنت فين؟ أما كل شهدائنا اللي سقطوا من 2013 غادة النهاردة ما شفناكمش مرة واحدة طلعتوا تدينوا أعمال الإرهاب وأعمال الشغب وأعمال حرق الكنائس وحرق المساجد واستهداف المواطنين الأمينين واستهداف قوات إنفاذ القانون وكذا 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 نتكلم بقى على شهداء رفح الأولى ورفح التانية وكرم القواديس ومسباحة كردسة وكذا 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 الزكرة لا تتسع الزكري كل هذا في مقام هذا النهاردة كل هذه الأمور أين حق كل هؤلاء الأشخاص في البيئة في أن هم يعيشوا في حياة أمنة أنت النهاردة ما سبتش لكنيسة ولا مسجد ما سبتش مدني ولا سبت عسكري ولا سبت راجل الشرطة إلا ما استهدفته أنتوا في من كل الكلام ده سامية شانن الملعونة سامية شانن اللي سأت الشهيد البطل عمر عبد مقصود اللي سأته مية النار أنتوا فين من الكلام ده سمعناكم إم تكلمتوا عن هذه الأمور النهاردة جاي ما بتقولي أنه محاكمة عادلة تم فيها الحرص على تطبيق ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة وفقا لأعلى درجات التقادي وأحسن درجات التقادي أمام قضاء أجلاء هم ضرة التكفي نظام القضاء المصري وطبقوا القانون بحزفيره والنهاردة أتيحت لهم كل الضمانات بقولك تم سماع ميت شاهد على عشر جلسات ست جلسات للدفاع عايزين إيه تاني النهاردة ما أحكمت النقد أما تصدت لهذا الأمر خفضت أحكام الإعدام أظن عن ستة تقريبا وخفضت كمان الأحكام فانتون نهاردة بتتكلموا في إيه؟ طيب هنكمل كلامنا بعد فاصل قصير ابقوا معنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر